اهلا بحضراتكم واحد من اهم الاستحقاقات الدستورية اللي بيستعد لها المصريين حول العالم وزي ما قلنا طبعا ان نيوزلندا تبقى لفرق التوقيت وفروق التوقيت بدأت بالفعل الانتخابات بها ضيفي هو دكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية جماعة قناة السويس لنتحدث ونحلل هذا الموضوع مساء الخير يا دكتور اهلا مساء الخير اهلا بحضرتك الحقيقة يعني دي لحظة فريقة تاريخية هنعيشها للانتخابات الرئاسية المصرية من عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين فبرضو حضرتك قلنا كده يعني كيف ترى الانتخابات وهي بدأت بالفعل في نيوزلندا بداية طبعا الانتخابات هو حق وواجب في نفس الوقت طبعا حق للمواطن وواجب عليه ايضا انتجاه وطنه يعني المشاركة السياسية هي حق لأي مواطن يتوفر فيه شروط الاهلية السياسية او الاهلية الانتخابية اللي كفالها له الدستور طبعا انتخابات في هذه المرة يعني قد تكون مختلفة عن عام 2018 نتيجة لعدة عوامل العامل هو تعدد المرشحين كان في انتخابات 2018 كان هناك مرشح واحد ايضا وانتخابات 2014 كان هناك مرشح واحد مرشحين اتنين وانتخابات 2018 مرشحين اثنين نحن الآن امام اربعة مرشحين وبالتالي بينتموا يعني ثلاث منهم بينتموا لأحزاب ثلاث هم رؤساء أحزاب والمرشح الرابع اللي هو رئيس الجمهورية الذي يعني بيطمح فيه تجديد الولاية له فبالتالي اعتقد طبعا ان امام الناخب خيارات عدة يختار منهم من يؤهله انتخابات اللي هي المقام التي ستجرى او بالفعل بدأت اجراءتها اليوم في نيوزيلندا هي انتخابات انا بعتبرها انتخابات تجربية او مرحلة تجربية للانتخابات يعني انتخابات بتقاس فيها يعني مدى قابلية المرشحين الثلاثة الأربع او الثلاثة او كل مرشح امام جمهور الناخبين وبالتالي بيعولى صحيح انه لا تعلن نتائج الانتخابات اللي هي فيه للمصرين العاملين في الخارج الى في النهاية لكن على الاقل بعد ذلك بعد ذلك حينما تعلن بكل مرشح من المرشحين يعرف يعني ما الذي حصل عليه من اصوات المصريين العاملين او المقيمين بالخارج فبالتالي هي هذه انتخابات مهمة وايضا بتدل على مدى يعني لا اقول انتماء مدى رغبة او ارادة المصريين العاملين في الخارج في المشاركة هذه الانتخابات يعني طبعا منذ عام 2011 تقرر للمصري العامل في الخارج صحيح انو حق الانتخاب حق الانتخاب وهذا ايضا يعني بيجعلنا ايضا نرجع الى القانون المشاركة السياسية في عام 2014 الذي اعطى للمصريين المقيمين بالخارج يعني مقاعد او حصة من مجالس النواب في الداخل فبالتالي اذا كانت الدولة بتقدر العاملين في الخارج وبتقدر اهمياتهم او المقيمين في الخارج فبالتالي عليهم ايضا ان يقدروا او يقدوا واجبهم تجاه وطنهم هل بتعتقد حضرتك ان ده ربط تاريخي يعني ده ربط تاريخي ورؤية كانت مهمة للقيادة السياسية المصرية بالربط مماينة الداخل والخارج يعني اصبح المواطن اللي سواء هو عايش برا او بيعمل لفترة طويلة برا او مقيم خارج مصر عنده نفس حقوق المواطنة اللي احنا بنتمتع بيها كمصري مواطن عايش على ارض مصر يعني ده ايضا ربط المصريين حول العالم ببلدهم طول الوقت بالطبع طبعا وإلا لما يعني انشأت الدولة او خصصت الدولة وزارة للهجرة وشؤون العاملين في الخارج فبالتالي الدولة قريصة على ان تستفيد بالعاملين في الخارج وتربطهم بوطنهم سواء حتى من حصلوا منهم على جنسية او مزدوجي الجنسية فبالتالي الدولة يعني بتريد ان تستفيد ايضا من خبرات ومن يعني قدرات هؤلاء العاملين في الخارج وكثيرا ما يتم دعواتهم الى المؤتمرات للاستفادة من خبراتهم وايضا وردتهم بالوطن الام فبالتالي انا اعطاك طبعا ان هذه السياسة رشيدة بتتبع الدولة تجاه ابناء العاملين في الخارج واعطت كمان المواطن المصري في الخارج هو حاسس انه له دور حتى لو لو لكم قيم لكنه له دور ودور ايجابي وفعال طيب كيف ترى حضرتك قلت ان هناك عدة نقاط هذه المرة في مسألة الانتخابات منها تعدد المرشحين ما هي النقاط الاخرى تعدد المرشحين ايضا هي طريقة التصويت ايضا وبالتالي ايضا الدولة خصصت ايام بتعتبر اجازات بالنسبة للعاملين في الخارج خصصت ايام الجمعة والسبت والاحد فبالتالي من اللي هو مش فاضي يروح يوم الجمعة يروح يوم السبت او يروح الحد وبالتالي هنا بتعتبر تسهيل اخر بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج نهيك عن بعض الجاليات الاخرى ولا سيما في المملكة العربية السعودية التي بتجمع اكبر جالية مصرية هناك الجاليات من نفسها بتنظم يعني وسيلة للاتصال وسيلة للانتقال لبعض الكنسليات او اماكن التصويت وهذا بيعتبر دور ايجابي بالنسبة للجاليات نتمنى ان تحزو حزوها بعض الجاليات الاخرى المقيمة ولا سيما في على سبيل المثال في الولايات المتحدة التي يعني طبعا وسائل الانتقال هي وسائل صعبة نتيجة لتعدد يعني لبعد الصفر يعني واحنا منتكلم كمان على 121 دولة وهناك ايضا سفرات وكنسليات اعتقد تم يعني يعني اعداد كل المقارات الانتخابية الخاصة بالانتخابات طيب النقطة تانية ايضا يعني كيف ترى ايضا ان المصري في الخارج بعد ما الاحداث التي شهادتها المنطقة وخصوصا يعني الحرب على غزة ووضع مصر ومصر ايضا لها دور فعال وهي دولة على يعني غزة على الحدود المصرية ايضا فكيف كنت ترى الدور هل المصريين كان عندهم نوع من القلق الانتخابات هتديهم طاقة اكتر بانه يروح ويدعم بلده طول الوقت يعني كيف ترى هذا الدور انا هتكلم على المواطن في اي دولة وليس في مصر بشكل خاص يعني ما يجمع المواطنين في اي دولة وما يشعرهم بالوحدة هي المصالح او التحديات صحيح وبالتالي ان لم تجمعهم المصالح فعلى الاقل بتجمعهم التحديات الوطن يعني لا شك ما يحدث في غزة وما يحدث ما زال يمثل تحديا للامن القوم المصري حتى يومنا هزم يعني حتى لو حلت مشكلة غزة او ازمة غزة التي نحن بصددها الان ما تزال التهديد الاسرائيلي الى الامن القوم المصري مثلا حتى يعني لا اريد ان اقول حتى قيام الساعة العالم كله او العخيدة الاستراتيجية لي القوات المسلحة المصرية ان هناك عدو اساسي هو يتربز بنا الحرب هي يعني هي مرحلة او هي اداة من ادوات ادارة الصراع لكنها ليست كل الصراع وبالتالي ان هناك يعني حالة انهاء الحرب بيننا وبين اسرائيل لكن هذا لم ينهي حالة الصراع وبدليل اننا امام يعني كان هناك تحديا لتهجير اهالي غزة الى سيناء وهذا ما حذر منه ووقف بصلابة الرئيس عفتاح السيسي امام هذا والتالي يعني انا اعتقد اعتقد طبعا ان مجمل هذه التحديات بتجعل المصري سواء في الداخل او المقيم في الخارج بيشعر بالفعل انه امام واجب عليها ان يؤديه على الاقل الى وطنه حتى يعني تكون هناك ارضية صلبة في مواجهة هذه التحديات ليس اقلها هو ان يكون بدور ايجابي في المشاركة السياسية ويمارس ويمارس حقه الانتخابي سواء كان المصري العامل في الخارج او المصري في الداخل هل هتلاحظ ان ده حيدي نوع يعني يدي اهتمام اكتر بالعملية الانتخابية هذه المرة وان الناس كمان عايزة تدي المصري حقها يعني اللي هو القدر اللي تستحق مصري بانه اني انا كمان اكون مواطن مصري ايجابي وامارس حقي الوطني ووجبي الوطني بالقطع وهذا ايضا بيصب في صالح مرشح يعني يثق فيه الناس يعني يثق فيه قدرته على مواجهة هذه التحديات وهذا بالفعل يعني اعتقد طبعا لا اريد ان يعني ان اكون مزايدا على مرشح بعينه لكن الصورة واضحة وضوح العياني وضوح الشمس فبالتالي انا اعطاك طبعا ان هذه الانتخابات يعني يعني بتأتي انا تحدثت وقلت ان هناك اكثر من عامل بيوميز من هذه الانتخابات انت صبقتين وقلت موضوع التحديات الموجودة في اقطاع غزة وانا اعطاك طبعا ان هذا سوف يمثل عاملا اضافيا سوف يعني يجعل يزيد من نسبة المشاركة احنا في 2018 كانت نسبة المشاركة 41% وهذه نسبة جيدة انا لا اقول انها نسبة متدنية لان اشهر انتخابات في العالم هي انتخابات الرئاسة الامريكية نسبة المشاركة لم تزد في سنة من السنين عن 55% وبعدها كان 50% او 52% فما بنقول نسبة وكان طبعا المشكلة او القضية الحاسمة في ارتفاع او نسبة المشاركة الامريكية عن 50% هو وجود مرشحين اقوياء لديهم قدرة تنافسية وهو جود حزبين رئيسيين بيتنافسوا وبيتجذبوا اصوات الناخبين لكن طبعا القدرة التنافسية لهذه الانتخابات ايضا تزار لمحدودة يعني براغم طبعا يعني ان هناك اربع مرشحين لكن لهم كل الاحترام انهم يعني قابلوا ان يخودوا غمار هذه التجربة لكن تظل القدرة التنافسية ومقياس الشعبية في الشارع المصري لبعضهم هي محدودة براغم طبعا انهم حصلوا على توكيلات او حصلوا على تسفيات من اعضاء مجلس النور. طيب كيف يرى يعني كيف يرى الاعلام بقى الغربي وايضا الدول يعني وجود مصر يعني مصر اولا يعني صوتها كان مسموع جدا في الحرب على غزة وكان لها دور مهم وكان لها وقفات مهمة ورئيس السيسي يعني كان فيه قمة للسلام في مصر وكان فيه قمة موجودة في الرياض ورئيس السيسي يعني كان فيه يعني قمة يعني موجودة على ارض مصر بين يعني كثير من المسؤولين سواء من الغرب او من الدول العالم بشكل عام اتوا الى مصر كيف يرى العالم الان مصر تمارس حقها في استحقاق مهم زي الانتخابات الرئيسية كيف ينظر الى هذا الان؟ كما كانت الانصار مسلطة وما زالت مسلطة على مصر بالنسبة لحل سواء في جهودها لحل ازمة غزة اظن ايضا ان هذه الاضواء سوف تتسلط ايضا مرة اخرى لتتجه نحو الانتخابات الرئاسة للربط بين القضيتين برغم طبعا لان لا يمكن باي حال من الاحوال ان تفصلي بين القضيتين يعني يعني كثير من المواطنين الذين سيوفوا ويذهبوا الى التصويت سوف ايضا يعني يكون في حاضرهم وفي خلفياتهم الوقوف بجانب مصر فبالتالي انا اعتقد طبعا ان يعني هذا الاستحقاق ايضا سوف يستحضر بشكل ما او باخر وقوف مصر او الدور المصري في القضية الفلسطينية بصفة عامة وفي ازمة غزة بصفة خاصة البعض سوف يتربص ايضا بالتجربة يعني لا نريد يعني لا نستطيع ان نقول ان الكل سوف يشيد بهذه التجربة والبعض سوف يتربص بهذه التجربة لكن اعتقد ايضا ان الاضواء كلها سوف تسلط على هذه التجربة او هذا الاستحقاق الانتكابي اما سلبا او ايجابا اكيد خليني اخد فصل مع حضرتك الدكتور جمال هذه اللحظة تاريخية بدء انتخابات المصريين بالخارج نتواصل مع حضرتكم مرة تانية بعد فصل قصير اعودوا الينا